مشاهدنا أسعد الله صباحكم ومرحبا بكم إلى جولة كما عودناكم في أبرز اهتمامات الصحف العربية والأجنبية البداية مشاهدنا ستكون من الصحفة الفرنسية حيث نطالع على صدر صفحات لوموند مقالا بخصوص إصلاح المعاشات والإضرابات الكبيرة في فرنسا وفيه أن عدة قطاعات هامة في البلاد كتعليم والنقل وإنتاج الكهرباء والمصافي النفطية شهدت شللا عاما بسبب الإضرابات الثاني من التعبئات الشعبية ضد مشروع القرار الحكومي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما من جهته قال الاتحاد العام للعمال إن نصف مليون شخص تظهر في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون قانون الإصلاح فيما يرى رئيس الفرنسي ماكرون وحكومته أنه أمر ضروري لضمان استمرار عمل نظام المعاشات التقاعدية صحيفة الفرنسية الأخرى لوفيغارو مشاهدين كتبت على افتتاحيتها ريتشي سوناك مئة يوم من الحكمة فبعد مئة يوم من توليه قيادة بريطانيا لا يزال صاحب الأصول الهندية يواجه أوضاعا متأزمة في المملكة المتحدة جراء إضرابات متتالية وتضخم تتخطى نسبته العشرة في المئة وتقول اليومية أن المعارضة العمالية اتهامته بالضحف الأدائي في منصب رئيس الحكومة بعد أن شهدت البلود في فترة حكمه إضرابات لم تحدث من قبل في بريطانيا سوناك كان قد أقال مؤخرا الوزير ناظم الزهاوي بعد أن أكد تحقيق معمق انتهاكه للأنظمة الوزرية في قضية نزاعات ضريبية لكن المعارضون في البلاد اعتبروا القرار مجرد مراوغات يقوم بها ريتشي سوناك حتى يظهر بالقوة المطلوبة مشاهدين ننتقل إلى صحافة البريطانية وذل طايمس تحدثت عن الإضرابات المتواصلة في المملكة وقالت إن البلاد كانت أمس مع موعد إضرابي هو الأوسع نطاقا منذ عشرة أعوام احتجاجا على عدم زيادة الأجور تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي تهز المملكة والتي يغافيها التضخم حيث شارك نحو نصف مليون شخص في المظاهرات مسى على إثرها الشلل قطاعات حساسة كما يتوقع أن يشن عمال القطارات إضرابا واسعا بداية من يوم غد الجمعة في الصحافة العربية مشاهدين نقرأ على جريدة العربي الجديد البيرو لا اتفاق برلماني على تقريب الانتخابات إذن أخفق البرلمان البيروفي مجددا في التوصر إلى اتفاق على خطة لتقريب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أبريل من عام 2024 من أجل وضع حد للإحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أن أطاح البرلمان بالرئيس اليساري بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر الماضي الصحيفة مضت بالقول إن نواب البرلمان لم يتمكنوا من الوصول إلى الاتفاق بشأن ذلك بعد أن رفضوا تعيين بولورات رئيسا للبلاد مساندين الصوت المواطنين الذين تجمهروا بالألف بالعاصمة ليما في الوقت الذي كان فيه النواب يناقشون تقريب موعد الانتخابات فيما شهد مطار البيرو إجراءات مشددة بنعا لوصول المحتجين صحيفة الاتحاد الإماراتي مشاهدنا كتبت هي الأخرى هجمات صاروخية تستهدف مقر حكومية في مقدشو حيث أفاد المقال بأن عدة هجمات صاروخية استهدفت القصر الرئاسي ومقر حكومية في العاصمة الصومالية تزامنا مع انطلاق قمة دول جوار الصومالة لبحث سبل مواجهة الإرهاب في المنطقة حيث نفذت جماعة إرهابية هجوما بخمس قذائف صاروخية وفق مصادر محلية تحدثت عن الواقع وقالت جهة أمنية صومالية إنه سمع دو انفجارات عديدة بحي وارتغلي الذي يضم القصر الرئاسي ومقر حكومية أخرى مشاهدنا ننتقل إلى صحيفة العرب الإماراتية التي اهتمت بنهاء الشان والتي قالت الجزائر حلم لقب أمم إفريقيا للمحليين يراوض الجزائر أمام السينيغال إذن المشاهدين سيلتقي منتخب الجزائر والسينيغال السبت المقبل على لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للعبين المحليين ويبحث كل منهما عن اللقب لأول مرة في المسابقة التي انطلقت عام 2009 حيث بلغ المنتخب الجزائري النهائي بعد أن اكتسح نظيره نيجيري بخمسة أهداف مقابلة لا شيئا تضيف الصحيفة بالقول بأن مدرب المنتخب الجزائري للمحليين مجيد بوغر أعرب عن سعادته بالتأهل إلى النهائي داعيا أشباله إلى مواصلة الجهد المبذول والحصول على اللقب المنشوط نبقى في أخبار رياضة دائما ونقرأ على القبس الكويتية فرنانداز الصفقة الأغلى في تاريخ البريمر ليك حيث بات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانداز المتوج بلقب مونديالي قاطر أغلى لاعب في تاريخ الدور الإنجليزي لكرة القدم بعدما أنفق تشيلسي 121 مليون أورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي وأصبح فرنانداز أغلى لاعب في تاريخ الدور المتاز متجاوزا المبلغ القياسي الذي أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاكري ليتش قبل عام ونصف العام وقدره مليون أو 115 مليون أورو